بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على منبعث رحمة للعالمين أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين مشاهدين الكرام أعظم الله لنا ولكم الأجر والثواب في هذه الأيام الأليمة والحزينة بذكرى استشهاد أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام مثال الاستقامة ورحب بكم وبرنامج فاستقم كما أمرت حديثنا اليوم من جوار مثال الاستقامة من جوار صحابي جليل كان مثالاً للاستقامة كان صحابياً للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذا لصاحب الذكرى الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ورحب بضيفي الكريم جناب الأستاذ الشيخ غسان الطائي ورحب بك ضيفاً كريما حياكم الله وإياكم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين أعظم الله أجورنا وأجوركم في هذه الأيام الأليمة أيام الجرح والاستشهاد لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلى الله وسلامه عليه سائلين المولى جل وعلا ونحن بجوار هذا الصحابي الجليل والمرافق الطيب لعلي بن أبي طالب صلى الله وسلامه عليه الذي تتلمذ ما بين يدي رسول الله وما بين علي بن أبي طالب حتى وصل إلى سلمان منا أهل البيت صلى الله وسلامه عليه في هذه الأيام أتقدم بالشكر الجزيل أولاً والثناء الجميل إلى قناتكم الموقرة إلى قناة العراقية وسمي الله يجعلنا وإياكم على إتر آل محمد لا سيما صاحب الذكرى صلى الله وسلامه عليه هياك الله سمحت شيخ اليوم عندما نريد أن نتكلم عن مثال الاستقامة عن علي عليه السلام هلين نبدأ في تساؤلنا الأول لما أحياء هذه الذكرى الأليمة ولما أحياء تراث أهل البيت عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم أحياء ذكرى آل محمد لا سيما إذا كانت ولادات أو استشهاد لآل محمد صلى الله عليه بدءاً من النبي صلى الله عليه وآله والإمام العسكري صلى الله وسلامه عليه لا سيما عما يتسائلون عن النبأ العظيم لا سيما عن النبأ العظيم علي بن أبي طالب صلى الله وسلامه عليه هذه المناسبة هذه الذكرى لها الخصوصية مع أن الشخصية لها تلك الخصوصية الإلهية التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وآله يا علي لا يعرف الله إلا أنا وأنت ولا يعرفني إلا الله وأنت ولا يعرفك إلا الله وأنا هذه الثلاثية جميلة التي مهما تكلمنا عن علي ولو قلنا في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله لو جعل الله البحار مداداً والأشجار أقلاماً والأنس حساباً والجن كتاباً لما أحصوا فضائل علي بن أبي طالب هذه النقطة ما بين الخلاف والاختلاف في شخصية أمير المؤمن صلى الله عليه وسلامه عليه هذه الشخصية التي تكلم عنها العلماء تكلم عنها الأدباء تكلم عنها أهل البيت عليهم السلام حيث يقول الإمام الحسن صلى الله عليه كنا لا نستطيع على طعام علي بن أبي طالب والحسن وما أدراك ما الحسن أولاد علي بن أبي طالب لا يستطيعون طعام علي بن أبي طالب أكل طعام علي بن أبي طالب لذلك عندما نقف عند تراث أهل البيت نقف عند ذاك التاريخ المضيء عند تلك الصفحات الكريمة كي نجعلها على مائدة المستقبل هو البكاء في المحراب ليلاً والضحاك والضحاك إذا اشتد الضرابه علي الدر والذهب المصفى وباقي الناس كلهم تراب جميل علي بن أبي طالب صلى الله وسلم عليه هذه الأيقونة التي لا تتكرر ولن تتكرر حيث ولادته ولدته في حرم الإله وأمنه بيضاء طاهرة التياب نقية طابت وطاب وليدها والمولد ومسك الختام في بيت الله فكان ما بين بيت الله موضع الولادة وما بين فست ورب الكعبة هذا وختامها مسك عندما يقول فست ورب الكعبة ولاده في بيت الله والاستشهاد في بيت الله وما بين هذا البيت وهذا البيت ملحمة تراث عظيم من أين نبدأ من علم من قيادة من فقه من بطولة من شجاعة من أين نبدأ يعني من علاقة زوجية طيبة مع أفضل زوجة عرفها التاريخ فاطمة صلوات الله وسلم مع أفضل مربي لأولاده الحسن والحسين بني حسن فافهم فأنت العاقل المتأدب واحفظ وصية والد متحنن هذه الآداب التي تترجع يعني ترجمها أمير المؤمنين على أولاده مع أصحابه مع الذين كانوا بجواره لا سيما ونحن بجوار سلمان صلوات الله وسلامه عليه الذي أخذ يقول اقتفيت إثر علي إثر النعل بالنعل يعني صار خلف علي بكل التفاصيل بأدق التفاصيل مع كبر سنه مع كبر سنه ومع قدمه في البحث عن حقيقة الإيمان البحث عن الحقيقة نعم فهو الباحث عن الحقيقة رضوان الله عليه لكن وهذه أيضا رسالة فاستقم كما أمرت كما يقول القرآن الكريم أن الاستقامة ليست عبارة عن لقلقة لسان وأن الاستقامة ليست هو برنامج شكلي روتيني كلاسيكو إنما الاستقامة هو تطبيق حقيقي لما جاءت به السماع عن طريق النبي صلى الله عليه وآله لهذا نجد أن هذه الآية القرآنية مع عظمها في سورة هود التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وآله شيبتني هود فهذه عندما يقول النبي شيبتني هود وفي هذه السورة آية تحث النبي وتحث أهل البيت وتحث الأصحاب وتحث من اقتفى أثر آل محمد بل للإنسان فاستقم كما أمرت أي الاستقامة ليس أنه الإنسان يأخذ مفرداته كلماته سكناته عبادته من مزاجه ولكن أعبد الله من حيث ما يريد لا من حيث ما تريد فالقضية النبي صلى الله عليه وآله عندما يبلغه القرآن ويحثه القرآن فاستقم كما أمرت أي أمر السماء ولهذا نجد أنه كثير من المسلمين كثير من الأشخاص الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وآله ولكن ختامها مسك تجد أنه مسك الختام لعله يكون غير صالح ولهذا نجد كثير من المسلمين ولكن ليس بمسلم كثير من المسلمين ولكن ليس بإنسان وكما يقول الشاعر وناسوا ولكن لا أنيس بهم ومدينة لكنها قفر اليوم تجد كثير من المسلمين ولكن الفرق بين النظرية والتطبيق فكان علي بن أبي طالب إنموذجا حقيقيا لتطبيق تعاليم السماء لتطبيق مفردات النبي صلى الله عليه وآله وكان أيضا ميزان يعني اليوم عندما نريد أن نتكلم عن ميزان الحق علي مع الحق والحق مع علي لا يفترقان حتى يردى علي الحوم علي مع القرآن والقرآن مع علي اليوم القرآن الكريم وقف بدلائل كثيرة عن فضل أهل البيت عليهم السلام بدلائل صريحة حقيقة أهل البيت عليهم السلام هذا الترجمان الحقيقي للقرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرسل أهل البيت ويطهركم تطهيرا بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة تفقى كانت في بيت علي وفاطن وكلها في بيت علي صلى الله وسلامه بل النبي صلى الله عليه وآله يقف أياما وليالي يتكلم ويقف أمام بيت علي وفاطن ويقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فيقول أحدهم ممن كان مع النبي صلى الله عليه وآله أي يا رسول الله بيت علي وفاطمة منها قال بل من أفاضل تلك البيوت هذه البيوت التي يتحدث الإمام الحسن الإمام الحسين كنا نرى زغب جبرائيل كنا نرى ما نرى من الآيات العظيمة التي نزلت ولهذا نجد أنه كثير من الأدباء العلماء اليوم نجد أرباب المذاهب نجد أنه أحمد بن حنبل يستوقفه ابنه عبد الله فيقول أبه ما لي وهذا الكلام ما لي وهذا الخطاب قال وأي خطاب يا بني قال أجد أن النبي صلى الله عليه وآله يقول علي قسيم النار والجنة ثم يقول أنه في الحديث الآخر يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق وفي رواية إلا ابن حيض أو ابن زنا قال ابني اعلم من أحب علي علامة من علامات الإيمان ومن أبغضه علامة من علامات النفاق فعلي ميزان ما بين الإيمان وما بين النفاق ولأن الصحابة كانوا يعرفون المنافقين ببغضهم لعلي أو عندما يسألون الأطفال هل تحب علي فإذا قال لا يعرفون أنه لا بد أن يعادل نسبه فلهذا تجد أن علي ميزان في كل شيء ولهذا تترجمت هذه القضية حتى مع أصحابه وما نحن بجوار سلمان وما بجوار حذيف بن اليمن صلى الله عليه عليهم نجد أن علي كان مصداقا حقيقيا للاستقامة التي حث بها القرآن وحث بها النبي صلى الله عليه وآله فكان ترجمتها أهل البيت لا سيما قائدهم علي بن أبي طالب هذا نجد من باب الإنصاف الإنساني فضلا عن أننا مسلمين أننا موالين لأهل البيت عليكم السلام ولكن للإنصاف الإنساني أننا نحيا بإحياء ذكرى آل محمد صلى الله عليه كان النتاج الجنة التشتاق وإلى ثلاث لعلي وسلمان وأبي ذر نعم هذه المنزلة الكريمة لعلي عليه السلام جعلته يحتل مكان عظيم اليوم ليس فقط عند المسلمين وإنما لغير المسلمين فهناك كثير من الكتاب يجعلون علي عليه السلام على رأس الهرم الذي يدعو إلى المحبة والإنسانية أما أخلك في الدين أو نظير لك في الخلق سياسة أمير المؤمن يصروات الله عليه كانت سياسة مختلفة ولهذا لم تختصر على المسلم ولا على المؤمن بل يرى ذلك النصران يستعطي قال في شبابه استعملتموه وتركتموه كبيرا وفي شيخوخته أو في كبر سنه تركتموه قنبر أصرف له شيء من بيت المال جميل الميزان وهذه سياسة مالية وزير المالية يستخدم هذا الشيء ليس فقط للمسلمين إنما لجميع من يسكن في الأرض فكان هذا العنوان كان هو ولي ليس للمسلمين فقط ولي ليس من لمن والاه ولكن هذه الولاية المطلقة واستخدم تلك العناوين التي لعله يشهد بها القاص والداني المخالف قبل المؤالف هل كان هذا يعني هذه محبة الناس لعلي عليه السلام من نصارى في زمنه و من المسلمين قبل النصارى و حتى من أصحاب الكتاب هل كان سببا في أن يجعل ثغرة في قلوب بعض المنافقين كالخوارج مثلا حتى يزرعون ذاك الذي رباه علي و لم ينجحت الكريبة فيه فكانت هذه ثمرة الحقد ثمرة الحسد نقطة الحقد و الحسد حتى الأعداء حتى الأعداء عندما قاتل الحسين صلى الله عليه وسلم نقاتلك بغضا لأبيك علي بن أبي طالب هذا البغض الذي لم ينم عن مصلحة عامة و لكن عندما استحوذ على القلوب علي بن أبي طالب بأخلاقياته بتصرفاته بالدين المعاملة كان في ذروة الرقي و هو صاحب الرقي في التعامل الإنساني التعامل مع الإنسان التعامل مع الخدم التعامل مع الأبيض و مع الأسود فأثر و لهذا علي صوت العدالة الإسلامية و لا إلا المتكلم الذي يتكلم بهذه العبارات سواء كان أنه بول السلامة أو جور جور داق هؤلاء لم يكنوا يعرفوا علي بن أبي طالب إلا عن طريق الترجمة العملية الواقع العملي و نحن لدينا اليوم المزيد من تراث علي بن أبي طالب الذي يقول عنه الخليل بن أحمد الفراهيدي علي إن محبيه كتموا فضائله خوفاً و مبغضيه كتموا فضائله حقداً و ما خرج إلينا ما يملأ به الخافقين فما بي لم يصلنا تراث علي كما هو علي بن أبي طالب لهذا نجد أنه النصراني و اليهودي الذي يقف في قضية مسألة الدرع و أمام ذلك القاضي خلينا يتشوق للإستماع إلى هذه القصة و هي تدل على عدالة علي عليه السلام بعدين نخرج و فاصل سماع الشيخ كنوا معنا مشاهدين الكرام فاستقم كما أمرت مرحباً مشاهدين الكرام فاستقم كما أمرت حديثنا في هذه الليلة الأليمة و الذكرى الحزينة بذكرى استشهاد أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام و نحن نتكلم عن الاستقامة في فضل الاستقامة و أهمية الاستقامة من جوار مرقد الصحابي سلبان المحمدي أرحب مرة أخرى بضيفة كريمة الباحث الإسلامي سماحة الشيخ الأستاذ و أسان الطائح كان أبودي أن أستمع إلى ميزان العدالة و أن تتقص علينا تلك القصص الجميلة في علي عليه السلام علي بن أبي طالب قلنا من أين نبدأ و كله حكم و كله مواعب قصة الدرع قصة الدرع من تلك القصص الجميلة التي تترجم لنا عدالة أمير المؤمنين و كيف يتعامل مع الناس سواسية كأسنان المشت لا يفرق بين فلان ولا فلان و لهذا عندما وقفه في مسألة الدرع و احتكمه أمام القاضي و علي هو القاضي فيحتكم هذا النكران من الذات و هذا التفاني و الذوبان في السماء في رب العباد و البلاد نجد أن علي بن أبي طالب يقف مع ذلك اليهودي و القاضي يقول له يا أمير المؤمنين ثم يقول لليهودي يا فلان قال قف هنا فلقد كنيتني و سميته و هذا لأنه يولد شيء من الخوف في داخل و لهذا عندما يكني علي بالإمرة و كأن الطرف الآخر يكون حجته ضعيفة على الرغم أن الأمر و الحجة كلها مع علي بن أبي طالب و لكن هذا التفاني في الله يترجم لنا مدى العدالة اللفظية و البلاغية و الكلامية و الحياة التطبيقية لعلي بن أبي طالب صلوات الله و سلامه عليه علي مع الإنسانية علي عندما يمشي في تلك الأسواق يتخطى تلك الأسواق فيقف عند ذلك البزات صاحب القماش و يقول له اختر لي قطعتين إحداهما أجمل من الأخرى فيأتي بتلك القطعتان و إذا القطعة الجميلة يعطيها إلى خادمه قنبر ثم يأخذ تلك التي أدنى يا علي روحي لك الفداي يا أمير المؤمنين أنت القائد و أنت الإمام و أنت الذي تعتلي المنبر فهذه القطعة لك ثم يراعي مبدأ الشباب يا قنبر فإنك شاب و لك شره الشباب فهذه المحصلة التي أرادها علي بن أبي طالب صلوات الله و سلامه عليه عندما ترجم لحياة الشاب و لخصوصية الشاب علي بن أبي طالب نجد من محبته و حنوه و إنسانيته حتى مع أدائه يعني مع الخوارج عندما حدثت هي هم هجموا على المسلمين فكان لابد من الدفاع كان أمير المؤمنين يعطيهم من الحقوق لعوائلهم لم يقطع عليهم لم يقطع من أموال بيت المسلمين و هذا يعني حكم سياسي راشد كما يقول و لهذا عندما يختلف الإنسان أو يتقاطع و تكون الإمرأة لشخص معين هو مقاطع سياسيا مقاطع مبدئيا للطرف الآخر و لهذا و لا تزير وازرة يأتي هنا حكم علي بن أبي طالب في القرآن و لا تزير وازرة وزرة أخرى لعله الذي أذنف فما سبب عياله و لهذا يصرف لهم من بيت المال و يعودهم علي و الأيتام عندما نترجم حياة علي و الأيتام ما تأوهت كما تأوهلت إلى اليتيم في الصغري يتحنن على اليتامة يتحنن على الفقراء يكسوهم يعطيهم ثم نقف على أعتاب علي بن أبي طالب حتى مع الأعداء عندما دخل ضرار ابن ظمر إلى الشام بعد مقتل علي بن أبي طالب صلوات الله عليه عندما تهدمت أركان الاستقامة حيث نادى جبرائيل تهدمت والله أركان الهدى أركان الاستقامة يعود ضرار ابن ظمر إلى الشام و يتجول في أسواقها فقالوا يا معاوية إن في الشام ضرار أحد أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال إذن فليحضر جي أبي ضرار ابن ظمره ضرار صف لي علي قال اعفني يا معاوية و لم يكنيه وهذه نقطة جدا مهمة عندما يكون الإنسان مبدئيا و يكون عصاميا و يكون صاحب مبدأ و قد تتلمذ على يد علي بن أبي طالب قال اعفني يا معاوية عن أن أذكر علي بن أبي طالب قال لا بد لك من ذلك قال إذن كان والله فلقد كان شديد القواه بعيد المدى يقول فسطا و يحكم عدلا تتفجر الحكم من جوانب و ينبع الحلم من نواحيه فلقد رأيته و يتحدث ضرار ابن ظمره بهذه الكلمات عن علي بن أبي طالب صلوات الله و سلامه عليه و يقول كان كأحدنا فينا يسألنا إذا يجيبنا إذا سألناه و يأتينا إذا دعوناه فمع قربه منا و تقريبه إيانا كنا لا نكاد نكلمه يعظم أهل الدين و يتحنن على الفقراء و المساكين فلقد رأيته والله في ليلة من ليالي و قد أرخى الليل سدوله و غارت نجومه قابضا على لحيته الكريمة يتحنن يأنه أنين الفاقدين و يتململ تململ السليم و يقول يا دنيا غري غيري إلي تشوقتي أني تعرضتي فهي هات فلقد أبنتك طلاق الباء يختلف عن غير فلقد أبنتك لا رجعة فيك فلقد أبنتك ثلاث عيشك حقير عمرك قصير خطر كبير آهن آهن من قلة الزاد و وحشة الطريق و بعد السفر محل الشاهد الخطاب كان أمام معاوية يقول الراوي و إذا معاوية أخذ يبكي على ما قاله ضرار فقال لقد كان هكذا و الله أبا الحسن يا ضرار و هذه كيفية اتباع علي بن أبي طالب هذا معقص دي سمعت شيء هم يعرفون ما كانت علي و هم يعرفون فضل علي و لكن قلوبهم في بعض الأحيان يعني أغلبهم عندما يبكون و عندما يذكرون علي عليه السلام هم قلوبهم حاقد دون ألسنتهم و كأن تلك الدموع غير دموع الحق و لهذا جناب الدكتور المحترم النقطة التي قالها معاوية لضرار يا ضرار صف لي حزنك على علي قال حزن من ذبح وحيدها بحجرها لا ترقع عبرتها و لا يسكن أنينها ثم بكى ضرار و خرج محل الشاهد هذا كيفية أنه أننا كيف نتوجه مع الصالح أم مع الطالح فنظر معاوية إلى أصحابه قال أتنظرون كيف أثنى على صاحبه في مجلسنا بعد وفاته فإذا فارقتكم أتتكلمون عني و تثنون علي بمثل ما أثنى ضرار على صاحبه فقالوا مقولتهم الصاحب على قدر الصحبة فإذا كانت الصحبة مادية إذا كانت الصحبة دنيوية إذا كانت الصحبة لوجه الله و هذا إنما نطعمكم لوجه الله لا جزاء إننا نخاف رب القضية تأتي إلى كيفية تطبيق البرنامج الذي جئ من قبل النبي جاء به النبي صلى الله عليه و عليه ترجمه أهل البي صلى الله عليه ثم انتقل إلى أصحابه و ليس كل الأصحاب قد تابعوا علي بن أبي طالب فمنهم من أثنى علي و منهم من دخلت في قلبه من وعى حب علي كان بجوار النبي صلى الله عليه و عليه وسلم مرة يشاهد و مرة يستمع لذلك ينقل في الاستماع و القراءة ثم الرواية كما يقول ثم الرواية عندما نريد أن نتكلم عن فضل علي عليه السلام في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتدح علي ليس لأنه زوج ابنته أو ابن عمه إنما هنا الموضوع عقائدي نعم الموضوع أراد أن يوصل علي بما أراد الله سبحانه وتعالى أن يوصله للنبي و من ثم إلى الناس يتحدث القرآن الكريم و ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى عندما يتحدث النبي وهذا الدليل العقلي والشرعي والفقهي والعقائدي أن النبي صلى الله عليه و آله سكناته نظراته حركاته كلماته كلها من السماء فلا يتحدث بمزاج أن هذا زوج ابنته أو هذا أولي أحفاده ولكن نظر إلى علي بن أبي طالب هذا الترجمان الحقيقي والمستخدر هذا ما بينته في حديث المعرفة النبي هو من يعرف عليه هو من يعرف عليه ولهذا عندما عرف علي بن أبي طالب صلى الله عليه علي يقول أدبني رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أحسن الله تأديب النبي فقد أحسن الله تأديب النبي بالمحصلة النبي لديه المعرفة الكاملة في علي كما أن علي لديه المعرفة الكاملة بالنبي صلى الله عليه وآله هذا نحتاج في هذه الذكرى الأليمة أننا نقتفي أثر علي بن أبي طالب بالعمل الصالح بالقول الصالح بالمصداقية بالكلام الجميل بحسن المعاشرة بالتعامل في الزوجية وفي الصحبة وفي الأخوة ألا أن نتجاوز مسألة الإرهاب والفكر وأن يكون النصران أخل لنا وأن يكون السني أخل لنا وأن يكون الصابي أخل لنا من خلال ترجمة علي بن أبي طالب صلوات الله عليه إما أخلك في الدين أو نظير لك في الخلق ولا إلا اليوم نحن بجوار سلمان صلوات الله عليه باحث عن الحقيقة درس كل الأديان أخذ النصران ثم وصل إلى حقيقة أهل البيت فكان مصداقا لحقيقة أهل البيت سلمان منا أهل البيت هذا الذي وصل إلى مرحلة لا يغسله ولا يدفنه إلا علي بن أبي طالب صلوات الله عليه ولدينا في الفقه الإمامي أن الإمام لا يغسله ولا يدفنه إلا إمام فوصل إلى مرتبة منا دخل في رحاب أهل البيت من خلال الاستقامة كان النداء دوما لهذا الرجل المستقيم عم يا سلمان عم يا سلمان يعني هذه المنزلة الرفيعة قد وصل إليها من باب الاستقامة فلابد للإنسان اليوم وهو يتذكر هذه السيرة العطرة لعليين عليه السلام أن يستذكر أن في الاستقامة السلامة كما قال علي عليه السلام كل الشكر والتقدير لجناب الأستاذ الشيخ غسان الطائش شكرا جزيلا الله حياكم الله عظم الله عجركم إن شاء الله الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام حوار آخر بحب علي عليه السلام ينتظرنا وهو مثال الاستقامة إلى اللقاء